كان عام استنزاف للميليشيا كما يصف قادة في الجيش الوطني لكن 2020 شهد قبل الاستنزاف الأكبر بلغة الميليشيا حزم الجوف ونهم وهي مع أحداث أخرى وصفت في حينها من قبل المراقبين بكونها نتيجة خذران للجيش فيما جاء توصيف وزارة الدفاع لبعض الأحداث بالانسحابات التكتيكية في إطار معركة استنزاف شاملة بعيدا عن جدل التوصيف بدى واضحا خلال العام 2020 كما كان قبله أن اليمنيين في مواجهتهم مع الميليشيا وإن خسروا معركة يستحيل أن يخسروا الحرب وهو ما تجل في ملحمة الصمود والبطولة التي كان لمأرب خلال العام الراحل الصدارة فيها وإذا كان 2020 قد أكد استحارة هزيمة اليمنيين فإنه أكد مدى الاستهتار بالدماء لدى الحوثيين فالميليشيا التي لم تتوقف عن الدفع بأنساقها الهجومية أكدت أنه لا قيمة للإنسان في سبيل تحقيق أهداف إيران وتلك حقيقة أكدتها إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة والذي كشف بالأسماء مصرع أكثر من 9800 عنصر ميليشاوي خلال 2020 من بينهم 688 عنصرا ينتحلون رتبا عسكرية عليا من ضمنهم 15 منتحل رتبة لوا 47 منتحل لرتبة عميد 114 منتحل لرتبة عقيد فيما شاملت الخسائر المادية تدمير 27 مخزن سلاح وخمسمائة وثلاثة وسبع آلية وإسقاط 104 طائرات مسيرة أرقام قابلت الميليشيا كل ارتفاع فيها بمزيد من القصف الذي لم يفرق بين مسجد ومدرسة بين مستشفى ومطار وهو إجرام ارتفعت وتيرته مع إعلان إيران عن قيادتها الفعلية للحرب على المنطقة عبر الميليشاوي حسن أيرلو الحاكم الفعلي لصنعها الآن مسار المعركة مع الميليشيا تأثر خلال العام 2020 بأحداث كان منها التمرد في سقطرة والاشتباكة في أبيان والتي يؤمل المواطنين أن يؤدي استكمال التنفيذ الفعلي لاتفاق الرياض لتجاوز آثارها وتوحيد الجهود في وجه الميليشيا ليصبح العام 2021 عام تخليص المنطقة من ميليشيات إيران الميليشيا التي سلمت صنعال طهران كليا ليحكمها ويتحكم فيها إيرلو بصلاحيات مطلقة ضمن مخطط إيراني هدفه وضع إيرلو في كل عاصمة عربية وذلك مخطط لن يفشله سوى الجيش الوطني شرط تصويب مسار المعركة وتعامل الجميع معها على حقيقتها الواضحة معركة المصير لكل العرب اشتركوا في القناة